وصل إلى مطار الدار البيضاء الدولي وفد مجموعة صداقة البرلمانية السادسة بمجلس الأمة برئاسة الناب عسكر لعنزي في إطار زيارة رسمية للمغرب تستغرق يومين ومن المقرر أن يجري الوفد البرلماني بمجلس الأمة سلسلة من اللقاءات مع برلمانيين في مجلس النواب المغربي من أجل تعزيز التعاون البرلماني القائم بين المؤسستين التشريعيتين وتطوير العلاقات بين البلدين ويضم الوفد كل من النائبين الدكتور محمد الحويلة والحميدي الإسباعي